قررت حكومة إقليم كردستان عودة العمل بنظام دوام الساعات الكاملة في مؤسساتها الحكومية وذلك بعد عدة أشهر من العطلة الإجبارية والتقليص الدوام بسبب إجراءات الوقائية من فيروس كورونا وذكر المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل في بيان إن دوام الموظفين الرسمي سيبدأ يوم الأحد المقبل من الساعة الثامنة صباحا وحتى ثالثة عصرا مواضحا إن القرار جاء رعاية للمصلحة العامة ومن أجل تقديم أفضل خدمات للمواطنين وإنجاز أعمالهم في مؤسسات الحكومة فيما لفت إلى أنه يتوجب على المواطنين أثناء الأوقات الدوام الرسمية الالتزام بجميع التعليمات والإجراءات الصحية الوقائية من فيروس كورونا